إرادة قوية من أردوغان للقاء بشار الأسد من جديد تتكشف تفاصيل أخرى في ملف التقارب مع النظام السوري مع تأكيد أنقر السمرار مسعيها للتطبيع الذي طالت أيامه كثيرا وتعقدت بل وأخذت منحا تأخذ قاصده بين التمسك بالوصول والعرقلة بالشروط المتعلقة بالانسحاب التركي من سوريا قبل أي حوار يؤكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تضع ملفي اللاجئين ومكافحة الإرهاب ضمن اهتماماتها الأساسية بالتطبيع مع النظام السوري لافتا إلى أن المحادثات بين الجانبين مستمرة بشكل غير مباشر منذ فترة من دون تحديد عمرها مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة عبر جهات استخباراتية وأخرى عسكرية مختلفة هذا وأكد فيدان أن النظام والمعارضة السورية يسعيان للوصول إلى إطار سياسي يمكن بناء الاتفاق عليه وأن ما تشهد الحالة السياسية والخطوات الجارية هي وليدة اتفاق أستانا عام 2017 تصريحات الوزير التركي جاءت بالتزامن مع لقاء بين نائب الوزير نوح يلمز ووفد من هيئة التفاوض السورية برئاسة بدر جاموس وعبد الرحمن الصفا وجرى الحديث عن التطورات السياسية وضرورة التمسك بالقرارات الدولية وأعرب رئيس الهيئة عن عبثية محاولات التطبيع مع النظام مع تجديد نائب الوزير التركي يلمز دعم تركيا للحل السياسي وأن القرار 2254 هو المسار الذي يوافق عليه المجتمع الدولي في الحل في سوريا تحركات تركيا الدبلوماسية على أراضيها شهدت أيضا لقاء مع جونباس السفير السابق في أنقرة وأحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الذي أكد بحسب موقع بي بي سي التركي بأن بلاده لا تؤيد بشدة إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا وبالوقت نفسه لا تبدي رد فعل عنيفا تجاه هذه التطورات يتميل مسار التقارب مع النظام السوري شيئا فشيئا بين إرادة تركيا وتصريحات متقلبة للنظام السوري التي تعجله مرة وتبرده بأخرى خاصة مع مرور فترات طويلة على الخطة العراقية في جمع الطرفين ولحقتها الروسية والتي رجحت مرات بأن اللقاء كان قريبا ولكن يبدو أن التفاهمات لم تصل إلى مرادها بعد ترجمة نانسي قنقر